نشرت صحيفة الجاريان أن موظفين في شركتين جوجل وأمازون يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالتكنولوجيا التي تلحق الضرر بالفلسطينيين أكثر من أربعمائة موظف وقعوا على عريضة داخلية تدعو قادة الشركتين العالميتين بالانسحاب من مشروع نيمبوس وقطع جميع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلية مؤكدين على التزامهم الأخلاقي بالتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق مستخدمهم كما وجاء في العريضة شهادات عاملين بصعي جوجل وأمازون القوي للحصول على صفقات مع مؤسسات مثل وزارة الدفاع الأمريكية في إشارة أن هذه العقود جزء من نمط مقلق من العسكرة وإنعدام الشفافية وتجنب الرقبة يشار أن مشروع نيمبوس صفقة بقيمة مليار ومليوني دولار أمريكي لتقديم خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيلية والتي ستمكنها من فرض مزيد من الرقبة على بيانات الفلسطينيين بشكل غير قانوني وتسهم بتوسيع بناء المستوطنات الإسرائيلية بطرق غير شرعية وختم الموقعون على العريضة بالقول في الوقت الذي نعيد فيه المستخدمين برفع مستوى خدماتنا بمساعدتهم فإن مثل هذه الصفقات تسهل سرا مراقبتهم واستهدافهم ترجمة نانسي قنقر